أنت فنان، أنت رأس مالك جمهورك لا، بس أنا أطول عمري أه بس رأس مالك جمهورك بصراحة؟ فهي ضمرت لك رأس مالك أنت تدركت في وسط جمهورك حرام، حتى حملها دي، بس أنا من قبل عشرين و أنا بشتبع من قلم كري 8 سنين أنا عمري، بشوفت على فكرة أن المزيج هي رأس مالي ولا الجمهور رأس مالي أيوة، بس ما كانش عمري هيبقى الناس شايلة منك أو زعلانة منك يعني أنا كستة، أنا كستة، لما أسمع أنه مثلاً راجل بيقول لمراته أنت بقيت تخينة بقيت شكلك وحش أنت مبتعرفيش تتكلمي إنجليش أنت بتقولي البي بي أنت بقيت شبه أمك، أنت عاملة زي أمك فتطلع تحلق شعرها تطلع تحلق شعرها وتقول لعشان حسام شايفني وحشة وأنا عزايفة شعرها ما حصلش على فكرة تقول لك على حاجة تقول لك على أكبر جلط، أنا قلت في حق الشي أن أنا أقول لي مكان ليه فيها طلبات يعني الراجل مثلاً لو قل مراته أنت تتخينتي هتأخذ بالها وليس هتوصل أنها وزنها هتأخذ بالها لو كان بينبيها أول بأول لكن أنا من كدسة وماليش فيها طلبات ولا هي ليها فيها طلبات تتخن، تخس، تحلو، ما تحلوش كل الكلام ده علشان خاطر احنا ما نبهناش بعض ما نبهناش بعض ما نبهناش بعض مش أنا أقولتك في أقولك أيها وإلا حسن لو في علاقة زوجية مبنية على قصة حب مبنية على صداقة كبيرة هتبوزوا عشان إحنا تخنى ما يحترامي الشديد للناس أنا فكرت في حكتين هم أنت همك تردي الناس ولا همك تردي رب الناس أكيد رب الناس أنا بقى استودعت سرتي عند رب حلقة شعرها يا حسيني أنا مش بفول حكيك مكايدي حلقة شعرها عارف يعني إيه ست تحلق شعرها هل أنت عافل ده باتن؟ بجد باتن بيقرر عندها عند الغضب بجد عافل ده حكيتك الموقع ده بجده مش أول مرة؟ لا مش أول مرة والباتن ده بس أنا شفت أول كلام ده عشان هي أدي أسرار بس أنا أقولك يعني أحكي لك الموقف ده مثلا اللي وصل لكده بالمختصر مجد دي تيز عشان محبش حكي دي تيز حصل بأنه مشكلة عبيطة جدا 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 وزي أي ستة عيات تطلقني فأنا بقى إيه؟ ترى تبق أمي بصي يا الله عشان ننزل نتطلق آياتي أنا أبقى نزلش هاتي المأزوني أنا أي تركيبة كنا متأخرين ساعة تربعة الصبح كده هي افتكرت أن أنا بجد بقدر بس ينزلج فهي داخلها الحمام أنا افتكرت أن هي ده كانت غير اتأخرت شوية طلعت لما طلعت كده أنا وقعت عركي في الأرض أنه مش بصدق أن داري أكشن للأكشن ده طب إنت هتسبني؟ طب أهو ده نوع من أنواع التعبير عن الغضب وده اللي اتفاقنا عليه أنا وهي أن لا أتمنى فأشياء